موسيقى مرحبا بكم مشاهدين هذا احمد يوسف يحييكم وحلقة جديدة من ملفات في اطار سعي الدولة لبناء الانسان المصري تواصل الحكومة جهودها لتوفير كافة السبل للارتقاء به وبقدراته ومن اجل ذلك اطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي تحمل في طياتها العديد من الموضوعات المتعلقة بشأن تطوير نظم التعليم بما يتماشى مع رؤية الدولة مصر 2030 والجمهورية الجديدة وعلى مدى عشر سنوات تحرص الدولة على بناء جامعات عامة وخاصة واهلية في كل محافظات مصر شمالا وجنوبا وايضا على دعم الجامعات التكنولوجية والكليات المعنية بالتخصصات التكنولوجية وبدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتوجيه دائم من قبله للتوسع في الجامعات التكنولوجية والتخصصات المطلوبة لسوق العمل وربط التعليم العالي بالتوظيف وأن تكون الجامعات والبحث العلمي مصادر لتخريج كوادر علمية وبحثية تساهم في حل المشكلات حول أهمية هذه الاستراتيجية في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي تدور حلقة اليوم مع ضيفي بالستوديو الأستاذ محمد الشرقاوي مساعد رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف ومسؤول ملف التعليم أستاذ محمد مرحبا بك نسعد بك خصوصا شهر يونيو دايما ثانوية عم دراسة ونتائج وفرحة للكثير من الأسر اسمح لنا أن نفتح هذا الملف ولكن بعد هذا التقرير شهد قطاع التعليم العالي طفرة هائلة وغير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة وفي هذا الإطار اتخذت الوزارة خطوات جادة وسريعة لبناء منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل ومنها إنشاء مجموعة من مراكز التطوير المهني والمنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية وبرنامج تدريبي متخصص لرفع المهارات والجدارات للطلاب والخرجين للانتقال لسوق العمل وتدريب وإعداد الكوادر والقيادات بالجامعات على التجارب العالمية للربط أيضا بسوق العمل ومن المقرر يتم تقديم خدمات التوجيه المهني لملايين الطلاب من خلال إنشاء 46 مركزا في 34 جامعة في جميع أنحاء الجمهورية والمزمع إنشاؤها بحلول عام 2026 وذلك ضمن المرحلة الثانية للمشروع كما تم استحداث مصار التعليم التكنولوجي الذي يعد أحد المصارات التعليمية المهمة وأدى ذلك إلى إنشاء عشرة جامعات تكنولوجية خلال السنوات القليلة الماضية كذلك اهتمت الوزارة بزيادة عدد الجامعات الأهلية حيث تم إنشاء 16 جامعة أهلية جديدة قدمت رافضا مهما من روافد التعليم العالي في مصر وساهمت في تخييف الضغط المتزيد على الجامعات الحكومية واستيعاب الزيادة على طلب الالتحاق بالتعليم الجامعية وهي جامعات لا تهدف لتحقيق الربح وفي عام 2014 لم تكن هناك فروع لجامعات أجنبية وفي عام 2024 أصبح لدينا خمس مؤسسات تعليمية تستضيف تسعة أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة وتشمل مؤسسة الجامعات الكندية ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية مؤسسة جلوبل والجامعات الأوروبية ومؤسسة مودرن جروب وفي هذا الإطار تحرص وزارة التعليم العالي على التعاون بين الجامعات المصرية ونظيراتها الدولية ذات السمعة المتميزة بما يساهم في التركيز على الجودة وإنشاء جامعات على مستوى عالمي لإتاحة تعليم عالي متميز في إطار تنافسي يحقق للخرجين القدرة على الالتحاق بسوق العمل محليا ودوليا مرحب من جديد بضيفي لأستاذ محمد الشرقاوي مساعد رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف يعني شهري ستة دايما كما ذكرت قبيل التقرير سنوية عامة التحول من مرحلة إلى مرحلة ماذا عن الثانوية العامة المصرية والأسر المصرية طبعا احنا في مرحلة صعبة بالنسبة للأسر المصرية وفي مرحلة أصعب بالنسبة للوزاة التربية والتعليم ده اللي امتحن القومة بتاعها اللي العين عيون الشعب كلها منصبة عليه الإعلام والصحف والمنصات المختلفة فيهم السوشيال ميديا منصبة أيضا على امتحانات السنوية العامة طلبة السنوية العامة امتحنت الاسبوع اللي احنا فيه دلوقتي ده امتحنت المواد التي لا تضاف إلى المجموع ويعاقب أجازة عيد الأضحى المبارك هتنطلق امتحانات السنوية العامة في المواد التي تضاف للمجموع فيه بشرة برضو قويسة بالنسبة لطلاب السنوية العامة ان بدأت الدولة والحكومة تفكر في تغيير نظام السنوية العامة شي احنا نكلم النهاردة على الجامعات وطلع عمولنا بنقول ان السنوية العامة منفصلة عن الجامعة وان الطالب اللي بيخش الطب او خلافه هو غير مؤهل بمواد كافية عشان تمشي في المصاري الطبي او الهندسي او الحاسوب او العلوم والفنون والثقافة بدأت دلوقتي الحكومة اتقدم لها مشروع من وزيرية التربية والتعليم والتعليم العالي علشان نغير فكرة السنوية العامة احنا كان عندنا مشكلة ان هي عنق زجاجة وبعب وكبير لان انت مجرد ما تخلص السنوية العامة الدوري الاول بيتحدد مصيرك الدوري التاني ده للي صائط وبتحدد مصيرك من الدوري الاول بس وبالتالي انت عندك قلق اللي هي فرصة واحدة لا تصيب لا تخيب مهما يكون عندك الظهور حتى القانون الحالي بيمنع طالب السنوية العامة من طالما دخل الامتحان نجح صيء طالما دخل الامتحان ما ينفعش يعيد السنة يعني انت تقول لي ايه انا دخلت الدور الاول ومش عجبني النتيجة طب انا هعيد السنة مزمان كان ده موجود لهو تحسين ما عادش بقى الكلام ده حتى فكرة التحسين دي كن ان انت بتخش دور الاول عادي بعكا بتحسن في الاجازة تمام هنرجع بقى للتحسين ده بس بصورة تانية الدولة المصيرية بتقدم مشروع يتناسب ما بين التعليم قبل الجامع والتعليم الجامع حتى كان في التعليم الجامعي بخش طب فهعمله وانا في السنة والعام مصار الطب المصار الطبي ما عادش بقى عندنا علمي وعلم علوم وعلم رياضة وادبي كل ده هي في المشروع الجيد مش موجود هي بحاجة اسمها مصار طبي مصار هندسي مصار علوم وثقافة وفنون مصار الزكاء ورية الاعمال يبقى عندنا اربع مصارات في السنوية العام هتقولي طب ما احنا تاني نعيدهم معلش مصار طبي مصار هندسي مصار حاسوب وذكاء اصطناعي مصار علوم وفنون وثقافة طيب الطالب هنا كده اربع مصارات من ده من امتى الكلام ده ده مشروع يتقدم للحكومة وبتدرس الحكومة دلوقتي علشان يطبق على الطلبة لدخين اول سنوي لو تم اقراره المشروع هتطبق على الطلبة لدخين اول سنوي السنة اللي جاية او اللي بعدها يبقى اذا هتطبق على طلبة لدخين اول سنوي خرجين من اعدادي رايحين اول سنوي طيب المشروع دي عظمته في ايه من وجهة نظري ان من حق الطالب يختار مصارين خلي بالحرك بقى يعني ممكن اقول انا نفس في المصار الطبي بس عاوز اقول لو خابت اخش المصار الهندسي اخش برضو كهندسي فاختار مصارين مصار الطبي والمصار الهندسي هاختار المصار الادبي والمصار الطبي انت متخيل يبقى انت ابنك اصبح عنده فرصتين ان كان مش هيخش طب ممكن يلطحك بحاجة في الهندسة ما كانت سيخش هندسة يلطحك بحاجة في الطب انما الوضع الحالي علم علوم مصار الطبي علم رياضة مصار هندسي هيبقى في النظام الجديد ممكن تدمج ما بين مصارين مفيش مشكلة طيب انا ارى انه رائع لكن ناقصني بعض النقاط يعني طبعا هو رائع في التأسيمة عن الموجود حاليا لكن ناقصني علوم الفضاء الانو تكنولوجي المستقبليات وما يستجد فيها والده في الحاسوبات في الحاسوب والذكاء الاصطناعي الفضاء لسأل علوم الفضاء مش ملاحش علاقة بدها يأ بصعدك هما يقسموها كالأتي عندك مصار طبي واضح وصريح مصار طبي ما فيهش كلام مصار الهندسي كليات الهندسة وجزء من كليات العلوم وجزء من العمارة وجزء من الفنون اطلع بقى على الذكاء الاصطناعي خد بقى كل ما يتعلق بعلوم الفضاء والحاسوبات والمعلومات بس الذكاء الاصطناعي مختلف عن علوم فضاء علوم كونيات ملفان من حالك بصد هتكلم كمتخصص في هذا المجال هما هيقولوا كل ما صار يأهلك لقطاع اسمه ايه او لكلية المهم هيتغير عن الشكل هيتغير عن الشكل الموجود دلوقتي رأيك ده هيتم فعلا تمريره اه اعتقد يعني فيه توجه كبير جدا من الحكومة في هذا الاطار طيب النقطة التانية كمان ده هيغير الثانوية العامة هيغير الثانوية العامة بقى كلها خلاص اه تمام طيب النقطة بقى المهمة هنا كان عندك فرصة واحدة في الثانوية العامة اسمها الدور الاول جبت مادتين تخش دور تاني بس هتاخد ايه نص الدرجة صح طيب جبت ثلاث نواد هتعيد السنة كلها على الثلاث نواد وتاخد نص الدرجة طيب هنا نعمل ايه الدولة هتديك الدور الاول وتديك اتاحها لفرصة تانية بكامل الدرجات في الاجالة ده لننقدر حدقا انا بتكلم على ايه واحد ناجح وجيب تلعين في المية جيب كامل قال لي يا جماعة انا شايف ان انا مستوي جيب خمسة وتلعين في المية حالو اتفضل تعال اخش لايه الفرصة الاولى اللي هي تبقى في الاجالة امتحن فيها طب هو هنا جبت الثلاثين في المية وجب في الفرصة التانية ثمانية وتمانين في المية تحسب للفرصة التانية ايا مكان انا حطيتك في قالب واجواء امتحانية خلاص انا بافصلها عن الالب والاجواء الامتحانية التانية طب ليه لو في فرصة ان انا يعني في بعض المهارات والتمايز نفترض ان انا مجموعي قليل لكن انا عندي مهارة عالية جدا في الهندسة فلو اختبرتني الجامعة وانا في سنوية عامة هيلاقوني ان انا طب يعني متقدم رغم ان انا ممكن يبقى مجموعي ضعيف في النقاط الاخرى ليه في مصر ما نعتمدش هذا الاسلوب ده مش موجود ما بنبدأ ان دايما الوزيرين والحكومة ترفع شعار العدالة ما بين كل الطلاب العدالة هم شايفينها في الامتحان وفي درجة السنوية العامة لنموهبتي تدخل صح اه 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 عشان كده هقول لك برضو حقيقة هو لما حددلك المصار علشان انت اللي بتقول انا عندي الهندسة دي هدف وانا متمكن فيها انا حددتلك مصارك وانت اللي اخترت الهندسة طب لما انت تكون محدد مصارك بنفسك وتقول انا متفوق في الجزئية دي فاختر المصاري الهندسي عايز الحقيقة يبيت اخفقت يبقى دا انا ولا هذا الحقيقة معظمنا وسننا صغير ما بيكونش طبعا يعني انا سني 16 سنة 17 مدرك تماما طبعا ليه معرفة من انا تماما ولكن ممكن بعد تفرق من 16 ل 18 فببدأ اكتشف نفسي تماما فهنا فرصة فيه هم حاجة الاستثمار في المواهب المصرية دي عايز لها برضو وعشان كده برضو قول دا حراك برضو عشان اقولك فيها نقطة مهمة النقطة المهمة هنا انا لما عملت مجموعة من المدارس بما فيها مدارس سيستيم ما انت رجل النهاردة لما تقولي انا متفوق في العلوم والرياضيات خلاص ولقيك في الاعدادية اللي هي الحاجة البسيطة اللي هي تاني اخر حاجة في التعليم الاساسي بتاعي خلاص لا شفت فيك مهارة رياضة ولا شفت فيك مهارة علوم طب لو شفت فيك ولك تعال اتفضل انا عاوزك في مدارس سيستيم يبقى انا عارف ان المجموعة اللي دخلت مدارس سيستيم دول مؤهلين وعندهم الكفاءة والابتاع والابتكار في جزئية ايه التعليم ما يتعلق به العلوم والتكنولوجيا والمسائل الحسابية والهندسية تمام طيب انا من وجهة نظري يعني ممكن نوصل لسيغة بس دي عملية ضخمة بقى ومحتاجة احصائيات ان الطلاب بدءا من تجوان لحد ما يصال اعدادية يبقى في احصائيات عند وزارة التربية والتعليم دائما بيتم دراسة هذه الاحصائيات محمد الشرقاوي وحضرتك وخلافه احنا طالعين كل واحد لو اتكون معروف تسلسل تاريخه ماشي اللي فعرف الطالب ده انا في نهاية مصاره الاعدادي انا كدولة بقوله من وجهة نظرنا كدولة تبقى للإحصائيات اللي عندنا على طلاب الجمهورية يقول لها انت يا محمد مصار طبي ولكن حق الاختيار لان تحدد المصير ممكن انا اقول لك مصار طبي لانك متفوق في الطبقة للدرجات وصير العملية الامتحانية بتاعتك بدءا من كيجوان لحد تلتاعداد لكن انت بتقول لا ده انا عاوز صحافة لا ده انا عاوز ذكاء الاصطناع اتفضل انا بديك توجه كدولة تبقى للإحصائيات اللي انا عاملها على مستوى الدولة كلها هل تستطيع الدولة المصرية انها تعمل ده واتبع كل طلاب طبعا هي المفروض كديتا طبعا كعلم ديتا سهلة لو فيه لكن اقتراحك طبعا رائع اني بقى عامل زي الملف الطبي زي ملف تعليمي ملف تعليمي لكل طالب بيرصد مرأة وبيتحلل خلي بالحظة ده لما يجي يتجاوز تبقى مشكلة نعم ونحلله ونوصل فيه ان طلابنا خلي بقى كمان بحلل كمان الشريحة الطلابية العالية دي كلها طبع انا بوصل انا عندي مشكلة في وسائل التعليم ولا لأ وسائل التدريس ولا لأ اي وسيلة من التقييم عندي فيها مشكلة ولا لأ فنصبح دولة احنا اللي بنوجه طلابنا وعندنا احصائيات دائمة عندي حاجة قلتها كده يعني لفظة عجبني جدا ملف تعليمي لكل طالب والدولة بدءا من الاعداد دي خلص الاعداد تعالى بقى موجهك من وجهة نظرك دولة طبقا لملفك التعليمي انت تنفع في المصار ده او المصار ده لا والله اذا انا عايز مصار تريد خلاص تفضل انت اللي هتتحمل ايه مسئوليتك وطموحاتك واحلامك خلاص لكن اننا النهاردة يبقى عندي اربع مصارات مختلفة وحق لي التحق بمصارين فمعنتش محروم الادب النهاردة محروم من القوليات الهندسية والطبية والطب محروم من القوليات الادبية والهندسية وهكذا انا بديك مصارين وكمان لو نجحت وجبت كامل الدرجة لكن شايف ان انت عندك امكانيات اكتر من الدرجة اللي انت جايبها وعندك طموح لقلية اكبر اتفضل خوض خوض فرصة تانية في الاجازة بمية في المية من الدرجة جبت سبعين من مية جبت سبعين من مية جبت مية من مية هتاخد المية المشروع كمان عجبني مش بس للطلبة لأ المعلمين خصوصا في اكبر اكبر عدو موجود في مصر ألا وهو دروس خصية طبعا عشان كل معلم بقى يدخله بيانات ونعرف بقى مين بيعمل ايه ناتجته ايه تقييمه ايه جودته ايه ومن هو الرسول من الغثة والنقطة كمان حدق بص انا برضو قاعد كدولة لما نيجي نعمل الاربع مسارات دي يكون بالفعل عندي معلمين مؤهلين لده خلي بالك انا عندي مشكلة وخلينا نقوم منصفين ان ما كانش فيه تعينات في المعلمين على مدار ثلاثة او اربع عقود من الثمان استثناء بعض المسابقات البسيطة التي لا تسمن ولا تغني من الجوع تمام فاللي موجود دلوقتي عواجيز المهنة اللي هو النهاردة لما جيت تقول له تعالى نعمل تطور ونشتغل في وسائل تدريبية وتعليمية من خلال التابلت او من خلال الانلاين هو ما عندوش الصبر ولا الطاقة ولا المعلومات اللي اخدها في القلية عشان يكمل معاك التدريب ده فاصبح عندنا مشكلة ان عدد لا بأس له من المعلمين عندهم ازمة في توصيل المعلوم عندهم ازمة في فهم وسائل التقييم الجديدة وبالتالي لازم الدولة لازم لازم تضغ دماء جديدة من خرجين كداد عندهم الصبر في التعلم قبل التعليم لو عندهم المهارات الجديدة في التنمية البشرية والموتيفيشن والتحفيز طبعا اجواء اخرى يعني ممتعة طبعا اجواء اخرى ممتعة عشان نطلع بالفعل اجيال محترمة احنا مش هن بص كون واثق ان التعليم ده هو النفق الحقيقي اللي خرجنا من دولة نامية الى دولة دولة متقدمة من ظلام دامس الى نور ساطع فده شيء مهم جدا مش هيحصل بدليل كل الدول المتقدمة النهاردة وعايز اقول كمان المتقدمة اقتصاديا وعسكريا كلها بدأت من التعليم التعليم هو اللي غير مصاري اليابان النهاردة اليابان بعد ما اتضربت بالانبلتين ما كانش في حاجة خلاص النهاردة اليابان ايه تاني اقوى كتصاد في العالم عملاق العلوم والتكنولوجيا في العالم صحة ولا لا من ايه من التعليم سنغافورة الصين المانيا فرلندا فرلندا يعني اذا العلاقة ما بين التعليم ما بين الدولة الخليج حتى والخليج نهاردة يعني هقولك قطر وجامعات قطر عملا ازاي النهاردة في التصنافات العالمية السعودية عملا ازاي النهاردة في التصنافات العالمية يعني اذا تركيا عملا ازاي النهاردة في التصنافات العالمية خلاص يعني خلينا منصفين ان هناك دول كنا احنا في يوم من الايام احنا اللي بنمدها بالتعليم واحنا اللي بينناها بمعلمنا واعضاء التدرسنا ثم النهاردة بيتفوقوا فاحنا عايزين لنا الحق بهذا الركب اسمح لنا أننا أيضا نذهب إلى قطاع الجامعات وبعد السنوية العامة التطور الموجود فيه ولكن بعيد هذا التقرير شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي طفرة غير مسبوقة في ظل الاهتمام والدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح سيسي خلال السنوات الماضية وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي في هذا القطاع المهم وقد بلغ إجمالي موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي 2023-2024 نحو 99 مليار و 638 مليون جنيه بزيادة تصل إلى 75.1 مليون جنيه عن ميزانية العام 2014 والتي بلغت 24 مليار و نصف المليار جنيه وفي ظل ما تليه القيادة السياسية من اهتمام كبير بالتعليم العالي والبحث العلمي إيمانا بدورهم المحوري في تحقيق التنمية المستدامة أصبح لدينا 109 جامعات ما بين حكومية و أهلية و خاصة و تكنولوجية بدلا من 49 جامعة عام 2014 هذا بالإضافة إلى المعاهد في كافة التخصصات وتتوزع الجامعات في ربوع محافظة الجمهورية إلى جانب 11 مركزا بحثيا وفي إطار الاهتمام المتزايد من جانب الدولة لتحسين منظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات تعليمية ملائمة للمواطنين تأتي مساهمة وزارة التعليم العالي من خلال زيادة عدد المستشفية الجامعية ليصبح 125 مستشفى بدلا من 88 عام 2014 لتصبح إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر وتضم هذه المستشفية 30% من إجمالية أسرة الرعاية الصحية في المنشآة الحكومية و50% من إجمالية أسرة الأعناية المركزة في القطاع الحكومي كما تم إنشاء 35 مركزا مهنيا في 27 جامعة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بهدف تحسين مهارات الطلاب وقدراتهم ليصبحوا قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل وتقليل نسب البطالة بين خريجي الجامعات فضلا عن تلبية احتياجات الدولة وفق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030 وقد شهد ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية تقدما كبيرا فقد تواجدت 15 جامعة في تصنيف كيو اس العالمي في تصنيف عام 2024 بدلا من 5 جامعات في تصنيف العام 2017 كما زاد عدد الجامعات في نفس التصنيف للدول العربية ليصبح 36 جامعة في تصنيف عام 2024 بدلا من 15 جامعة في تصنيف عام 2016 كما حققت 38 جامعة مصرية نتائج متميزة في تصنيف التايمز العالمي من بين 1904 جامعات من 108 دول حول العالم وتصدرت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم وتكنولوجيا ترتيب الجامعات المصرية كذلك تم إدراج 19 جامعة مصرية ضمن تصنيف يو اس نيوز لعام 2023 و13 جامعة مصرية في تصنيف لدن الهولندي العالمي ماذا إذن في الإطار الجامعي ذكرنا أن الثانوية العامة تتحول والنظام هناك اقتراحات جديدة ولن تسير الأمور كما هي عليه الآن نسنرى تغييرات في ذلك ماذا أيضا عن التحول في الإشراقات الجامعية وفي المنتج الجامعي صحيح احنا طبعا لو جينا نتكلم عن التعليم الجامع نتكلم عن الكام ونتكلم عن الكيف هنتكلم عن الكام النهاردة الرئيس لما تولى زمام أمور البلاد في 2014 بتتكلم كان ساعته حوالي 48 أو 49 جامعة النهاردة احنا نتكلم في حوالي 92 جامعة وأكتر من 270 معا إذن أنا عندي طفرة في الجامعات المصرية من حيث الكام تساوي ضعف اللي بناته مصر من 2008 من 1908 كان إنشاء جامعة القاهرة لحد 2014 نتكلم على قرن وست سنوات مصر على مدار القرن وست سنوات بنات 49 أو 48 جامعة ف10 سنوات من 2014 لغاية النهاردة وصلناهم تقريبا 92 جامعة معنى ذلك اللي احنا اللي اتعامل في قرن وست سنوات من بناء لـ 49 جامعة أو 48 جامعة اتضاعف في عشر سنوات ده يؤكد أن هناك ميزانيات مخصصة للتعليم العالم تفوق ما كان يرصد قبل ذلك والدليل أنا النهاردة ميزانيتي في 23-24 كانت تقريبا 100 مليار أو 99 مليار طب في 2014 كانت 24 مليار تتكلم النهاردة أن زيادات 300% في الميزانيات المخصصة للجامعات المصرية طول عمرنا في الجامعات ما كناش نسمع إلا عن جامعات حكومية يعني من 1908 لـ 1996 أو 1995 ما كانش في مصر لجامعات حكومية بدأنا في 96 نسمع عن الجامعات الخاصة كان طبعا بالنسبة للناس كان هناك عزوف كبير عن دخول الجامعات الخاصة عايز وجامع هادفة للربح النهاردة الناس الثقافة تغيرت فاللي بيفوت الحكومي ومعاه قصد يقدر يتحمله للخاص عد بيروح الخاص بكل أرحية والثقافة تغيرت أن الحكومي معتمد والخاص أيضا إيه؟ معتمد ثم تغيرت الفكرة من حكومي وخاص لما جاء رئيس السيسي ويعني خاد جوالات مكوكية كده العدد من الدول الخاصة المتقدمة في مجال التعليم الفني أو التعليم بصفة عامة اليابان وألمانيا وما شابه ذلك فهو جاء بفكرة الجامعات التكنولوجية فكلف الدولة بوزرية التربية والتعليم والتعليم العالي بالنظر إلى فكرة التعليم الفني في ألمانيا ومحاولة أن احنا نستورد الأفكار دي عندنا في مصر مع تمصرها بما يتماشى مع السياسة الدولة والهوية المصرية والثقافة الاجتماعية خلاص فعملنا جامعات تكنولوجية ثم لقينا الجامعات الخاصة مصرفها باهظة جدا ولا تتناسب شريح كتيرا مع المجتمع وهناك الشريح دي نفسها في تعليم شايف أن الحكومي مش يقدم المطلوب والخاص مش هرقا تخشه عشان مصرفاته الباهظة فعمل توازن بجامعات اسمها أهلية ما بين الحكومي وما بين الخاص من حيث المصرفات ومن حيث الإمكانيات فبدأ عندنا حاجة اسمها الجامعات الأهلية طبعة الحال وإن كنت معترض على فكرة كونها جامعات أهلية لأن جامعات أهلية بإذن المجتمع المدني هو اللي بيعملها والمجتمع الأهلي هو اللي بيعملها والشعب هو اللي بيعملها إنما خلاص احنا أصبحنا قدام مسمى الجامعات الأهلية موجودة والالتحق عليها والإقبال عليها عاد شديد جدا تكاد الكل الكليات بتقفل الأعداد المطلوبة منها خلاص فبقى عندنا أربع أنظمة من التعليم تعليم حكومي بتخشه بالتنسيق الحكومي وأصبح مكلف أيضا طبعا طبعا واستعار جاء برد أقول لها لك حاجة خلينا منصفين أن التعليم مكلف ومشانستطيع أن نحن بس في الدول دلوقتي العالمية يعني في ألمانيا أنت شايف التعليم فيها بالنسبة لا يكلف الأسرة أمريكا أيضا فيها نفس الشيء دا دول كتير التعليم فيها بالمجان وكلمة المجان دا واقع حقيقي عندنا النهاردة الدستور بولي التعليم بالمجان وكل حاجة لكن الواقع أن الدولة المصرية من وجهة نظر يعني مع التكلفة الباهظة للعمليات التعليمية والصرف الباهظ من الدولة على العملية التعليمية ورغبة الدولة الحقيقية لتحسين العملية التعليمية وتجودها أكثر مما هي موجودة عليه وربط تخصصات بسوء العمل وإنشاء كيانات تعليمية مختلفة وبحثية مختلفة إذن دا مكلف على الدولة خلاص وعرجع بردك أقول لها حاجة إحنا عندنا بردك أزمة إن إحنا دايما سايبين الوسائل الترفيه اللي موجودة عند المجتمع وإن كان دا من حقنا كمجتمع يعني لو تلاقي الأسرة النهاردة تصرف قدقين على الموبايلات وعلى الاتصالات هتقول له رقم ورقم معتبر خلاص والأسرة تصرفه بكل أريحية فلو جيت قلت له المصرفات المدارس هزيد من جنيه ما بكلمش خلابك ما بكلمش أنا بكلم في حاجة رقم ليسوي أي شيء النهاردة تلاقي الدنيا هاجت وما هاجت إزاي وفين مجانية التعليم انت فهمي المعادلة غريبة النهاردة نفس المعلم اللي بيشرح في المدرسة هو اللي في الدرس الخصوصي لكن عدم الثقة من المجتمع في المدرسة خلتنا نروح للايه للمعلم الخصوصي تيجي تقول له المعلم الخصوصي بياخد منك كم طب الدرس الخصوصية بتكون من الدولة هو 49 ل50 مليار جنيه في السنة دول لو ضخوا في التعليم انت متخيل؟ لو ضخوا في التعليم طب بتتكلم على تغيير منظومة التعليم كلها ويعني انت متخيل 50 مليار بنطلعها من جيوبنا نبديها الأفراد نفس الخمسين مليار دول لو المدرسة أمت بدورها وعملت من وجهة نظري الدروس اللي هي ممكن فصله التقوية ونجحت فيها الدولة ودخل 50 مليار ده لو ضخوا في التربية والتعليم هتغير كيانات المدرس كلها طيب انت قلت لي فيه أربع أنواع من التعليم الجامعي تعليم حكومي آه عندي بقى تعليم حكومي وعندي تعليم خاص وعندي جامعات أهلية وعندي النهار ده جامعات تكنولوجيا اللي موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة الجامعات وفي العالمين العالمين موجود فيها الجامعات الأهلية خلاص العاصمة بقى الإدارية بقى فيها كمان نموذج تعليم مهم جدا اللي هو إيه الجامعات الأجنبية فرق الجامعات الأجنبية وديهم هم اللي نحك لرفات ننظر عليها نقول تاني اننا عندي عاصمة إدارية النهار ده خلاص هي الكريز و السماء الطرطة اللي قدام المجتمع كله قدام العالم فاخدت فيها أنظمة تعليمية جديدة خلاص اللي هي فروق لجامعات أجنبية يعني ايه فروق لجامعات أجنبية طيب نهار ده حدا كنت عاوز تروح تدرس في ألمانيا لأنا عاملك جامع في في العاصمة الإدارية الجديدة مدى المحلقة تروح ألمانيا وتاخد مني كدولة الدولارات بتاعتي عشان تتعلم برا لا أنا جايب لك فرع الجامعة الأجنبية هنا تفضل تعالى تعالى تعلم فين في فرع الجامعة الأجنبية هنا طيب فيه كمان الدولة العالمية جامعة زي الجامعة المصرية اليابانية لعلومه التكنولوجيا ببرج العرب توقامة ما بين اليابان وما بين مصر يمكن حتى لما نقول نعرض الجامعة أي مكان لو دينا مثال الجامعة الألمانية ما فيهاش معلمين ما فيهاش إصطف تدريس من ألمانيا ولو فيها زائر كل فترة إنما الجامعة اليابانية اللي الدولة عاملها خلي بالك بفلوس الدولة ورئيسها بيعام من الدولة وعلى بيت فدان في برج العرب وإمكانات لا تتخيلها وعلم الروبوتات موجود فيها فوق ما أنت متخيل الحرم بتاعها ذكي خلاص جامعات جير رابع خلاص بدأ حرق مصرها في اليابان وصفتها الدولة اللي عام لها في العلوم والتكنولوجيا تعالي أنا عملت لك الجامعة المصرية اليابانية والمعلمين اللي فيها مزيج مزيج ما بين المصريين وبين اليابانيين حتى نائب رئيس الجامعة اليابانية ويبعد أرجع وأكد علىها جامعة حكومية بشراكة ما بين مصر واليابان اتفاقية ما بين حكومتين حكومة المصر وحكومة اليابان تمام تلاقي الاصطف موجود معلمين مصريين ويابانيين حتى نائب رئيس الجامعة فيها ياباني البعض بيستغرب هذا الكلام ويقول أنه تغريب على سبيل المثال تركيا الجارة أمريكا لا يش في أمريكا هناك جامعة يابانية وجامعة روسية وجامعة صينية تركيا أيضا لا نعم تركيا فيها يابانية دلوقت خلاص يابانية فقط صحيح لكن مقصد الحديث أن الدول التي تتقدم لا يكون هناك تعليم وطني لا يوجد تعليم اغترابي في جنسيات وكأن الموضوع هناك هجوم من لغات وجنسيات أخرى نعم خلانا أتفكر مصر مش دور متقادل مصر عايزة تبدأ مما انتهى إليه الآخرون مصر عايزة تستقطب خبرات عشان تأوم نفسها طب ما لأ أديك مثال السعودية كان أخبارها ايه من 40-50 سنة مين اللي كان بيروح بعثات عشان يعلمها مش احنا طب النهاردة ايه ظروفنا مع شوف السعودية وصل ايه كانت خلاص بتستورد خبرات كانت مصر في يوم الأيام من الخبرات اللي بيتم استراضها في عدد من الدول العربية لحد ما الدول العربية وقفت على رجليها لكن سيد محمد لا نعتبر أن هذه هو النموذج لأن بيحصل في المجتمع fragmentation أو تخصين تجد ده خريج فرنسي ده خريج أمريكي ده خريج صيني وبالتالي اجتماعيا حتى وحياتيا هناك اغتراب ولا أريد أن أقول أنه غزو علمي الثقافي هكذا هي النتائج أنا وجد نظر لو عندي غزو علمي ثقافي متطور هتقدر تقدمه لدول غربية وأجنبية ودول جوار مش هقدر أقدمه في مصر أنا متفق وعايز نعملش مدرسة وطنية مصرية تبقى جوة مصر وتصدر يعني ألاقي بقى إيه جامعة مصرية في أفريقيا جامعة مصرية في السعودية مرحوظ جامعة مصرية لا مش بالاسم فقط ولكن بالتميز وبالبراند تمام تمام خلينا برضو نقول الدولة المصرية في إطار جديد من مهمها التعليمية وتخريج أجيال مختلفة وهناك تقدم في بعض الدول لم نصل إليه حتى الآن وبالتالي استراد أفكارهم واسترادهم عندي أنا هنا علشان يعلموني أنا ببدأ أشتغل وأفعال رجلي طيب بعد الدول الأقل مني تعليميا أنا جبت أخلي بالك استردت أفكار وفروع لجامعات أجنبية وتوقيع شركات مع دول مشهود لها بالبنان في العملية التعليمية والبحثية زي اليابان في عملية الجامعة اليابانية عندي الجامعة الأمريكية في القاهرة عندي جامعات بمختلف الدول المتقدمة خلاص أنا بقى عشان أنا أعلم أنهم جبتهم طيب في الحقيقة عدد من الدول الأفريقية أقل مننا تعليميا فجوم عندنا عشان يستوردونا فنعمل جامعة زي جامعة القاهرة بالخرطوم أو لنا في الأزهر تجربة ولنا في الأزهر تجربة وأنا في جامعة السكندرية بتعمل فرعين في دولتين أفريقتيين خلاص علشان الدول دي تستفيل من خبرات جامعة الإسكندرية ولنا دلوقتي جامعة المنصورة ماشى في هذا الإطال في عدد من الدول الأفريقية قرار رئاسي اليوم وجامعة المنصورة الجديدة آه جامعة المنصورة الجديدة من ضمن الجامعة وهو خبر مفرح آه طبعا طبعا سمع لنا نذهب إلى هذا التقرير ونعود سريعا إلى هذا الحوار المفيد والهم اهتمام كبير حظي به قطاع التعليم العالي والبحث العلمي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح سيسي مقالد الحكم بما ساهم في إنتاج كوادر بشرية قادرة على المنافسة في سوق العمل إقليميا ودوليا الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالم مش شغالة على بناء جماعات فقط أو إضافة روافط جديدة للتعليم بس لكن هيكلة النظام القديم للتعليم العالي كمان وإن هو تربط النظام الجديد والنظم الحديثة في الدول المتقدمة بالتعليم العالي الجامعية داخل مصري يعني مثلا عندنا الجماعات الحكومية بنظامها القديم لا بدأ التطوير في النظام بتاع الجماعات الحكومية من خلال التعاون مع الجماعات الدولية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بتتكلم في سبع روافط أو سبع مناحي أهمها أنه يكون فيه تعاون بين مصر وبين الجماعات الدولية علشان إضافة برامج جديدة في مصر إضافة كليات جديدة زيادة البحث العلمي ارتفاع أعداد الطلاب الدرسين في مصر يعني إحنا بنتكلم دلوقتي برضو في 3 مليون طالب مصر بتسعى أنه هو الطلاب المصريين الدرسين في التعليم الجماعي زيادة أعدادهم الدعم الكبير الذي طلقته منظمة التعليم العالي كان من نتيجته رفع مستوى تنافسية المؤسسات التعليمية المحلية وظهورها بشكل بارز في التصنيفات الدولية التي تعد اليوم مؤشرا مهمة لترتيب الجامعات وتحقيق الأفضلية بينها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي هي مهمة جدا يعني لكل الدول أو للابتصاد بشكل عام أنها أصلا بتهدف أنها بنتور مهارات العلمية والفنية للطالب أنهم يطلعوا بحيث أنهم يطلعوا بيتخرجوا جهزين لسؤول عمل عندهم مهارات ولأن الهدف من الاستراتيجية الوطنية اللي هي تنمية مهارات الطلاب على الفنية والعلمية عشان خاطر تساعد في الاقتصاد اللي هي بتزود عجلة الاقتصاد بشكل عام خصوصا الاقتصاد في مصر والاقتصاد العالمي كله متأثر نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية فدي من ضمن أهم المحاول اللي اشتغلت عليها الدولة ضمن رؤية مصر 2030 بخصوص الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وقد وضعت الدولة استراتيجية لتطوير التعليم وربطه بسوق العمل وتعزيز مهارات التفكير الإيجابي والابتكار من خلال توسع في إنشاء كليات الحاسب الآلي والتكنولوجيا الرقمية وزيادة المدارس الفنية المتخصصة وربط الجامعات الوطنية بنظيرتها الدولية التي سيكون المستقبل فيها للتخصصات التكنولوجية إذن مشاهدين في سوق عمل سيعتمد مستقبلاً ومن الآن أكثر على المهارة والموهبة السؤال لأستاذ محمد هل من يدفع أكثر في هذا التعليم سواء الخاص بالثانوية العامة والتعليم الأساسي أو في الجامعات بمختلف أشكالها هو اللي هيضمن وظيفة أو مهنة أفضل ولا هناك معي روح لا 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 مش من يدفع أكثر خاصة من يجتهد أكثر سوء العمل عاوز الخريج الجاهز ننسى فكرة الخريج الجاهز يعني جاي خارج من جمعتك متمكن تعالى اشتغل متمكن خلاص يبقى إذن النهاردة سوء العمل لسه مش عاوز يدرب أنا عاوز خريج جاهز ينزل يشتغل يحقق لي طفرة في المؤسسة اللي أنا فيها أو في الكيان اللي أنا شغال فيه طيب عشان كده عملنا حاجة في الجامعات أو الجامعات بتاني حال الوقت مراكز للتعليم الفني همها الأول والأخير دي مع الوكالة الأمريكية همها الأول والأخير إذن نطلع خريج يتماشى مع سوء العمل خلاص طيب إفريقيا بتحتاج حوالي 30 يعني حوالي كم مليون مثلا حوالي مصر تطلع 700 ألف خريج سنويا مستحيل مصر هتقدر تعين 700 ألف هتقولي طب وفرص العمل اللي تحققها الدولة المصرية لك مش هتجيب 700 ألف طب إيه بقى وظيفة الجهات التدريبية مش بقى بتوفر فرص عمل بتخلي الخريج يعرف يخلق فرصة عمل شوف بقى احنا خرجنا من إيه من دولة تتكلف تتكفل بمواطنيها ليخشوا سوء العمل لجامعات بتعلم الشباب إذا يتخلق فرص عمل لحظة وريادة عمل هي ريادة الأعمال هي بقى إيه ريادة الأعمال علشان كده هي الصين بمؤسستها الحكومية مستوعبة هذا الكم الهائل احنا بنتكلم على مليار و 300 ألف مواطن في الصين مزبوط طب النهاردة المؤسسات الصينية عاملة دا لمواطنية وخرجها بكلهم شغالين حكومي لا كلهم شغالين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة وأصبحت المصدر الأول لكل دول العالم من إيه من اللي أنا بقول عليه دوان اللي هو إيه خلق فرص عمل دولة بتعرف ولدها إزاي تخلق فرص عمل والخلق اللي هو إيه الوجود من العدم أنت راجل هو بقولك أنت عشان تخلق فرصة عمل لذي يبقى عندك واحد اثنين ثلاثة وتخلقها إزاي شكرا جزيلا في هذا الحوار اللي ممتع معك خبرنا طبعا أستاذ محمد الشرقاوي في مجال التعليم وهو مسؤول ملف التعليم بجريدة روزا اليوسف ومساعد رئيس تحرير روزا اليوسف وطبعا الشخصية المعروفة في نهاية هذا الحوار نؤكد على كلمتين ذكرتهما أثناء الحوار خريج متمكن طبعا وده الأسرة مهم جدا تركز في هذا الموضوع التمكين وأيضا خلق فرص عمل وهو التحول الذي حدث عالميا ومحليا في السنوات الأخيرة من وظيفة إلى خلق فرصة عمل نورتين تحيات الحضاق تحيات لمشاهدنا كالك نورتين شكرا جزيلا مشاهدين ملفات دائما من الإبداع نشكركم على حسن المتابعة وبشكر كل فريق عمل البرنامج كلهم باسمه وكناماكم أحمد يوسف إلى اللقاء اشتركوا في القناة